ضربات مفاجئة وغامضة استهدفت الحدود العراقية السورية وهي كانت مستهدفة بشكل أساسي وبالدرجة الأساس الفصائل المسلحة العراقية وهي تدخل إلى الأراضي السورية إذا ما جئنا إلى تفاصيل هذا الموضوع وهذه الضربة التي تمت ليلة يوم أمس هي تمت بطائرات الدرونز والواضح تماما بأن طائرة الدرون واحدة من الطائرات المسيرة التي استخدمت في هذه العملية استخدمت أيضا أربعة صواريخ في عملية استهداف ثلاثة شاحنات من شاحنات الفصائل المسلحة التي كانت تتحرك من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية كما قلنا وكذلك أن واحدة من هذه الصواريخ أطلقت على هذه الشاحنات على ما يبدو من أجل حقيقة أعطاء انذار لهذه الشاحنات وتحديدا إلى سواق هذه الشاحنات لكي ينسحبوا وهذا ما تم بالفعل وبعدها تمت إصابة هذه الشاحنات من دون أي أضرار ومن دون قتل أي أحد أو جرح أي أحد في هذه العملية والآن النقطة الأساسية أن هذا المعبر الذي استخدم من قبل الفصائل المسلحة في هذه الشاحنات هو معبر غير رسمي عسكري والمرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن هذا المعبر هو يعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني مباشرة بعد هذه الضربة التحالف الدولي والمتحدث باسم التحالف الدولي وين مروتو صرح وقال بأننا لسنا مسؤولين عن هذه العملية أبدا ولم نقم بأي عملية في ألبو كمال مما يوضح أن الضربات كلها تمت في داخل ألبو كمال ولكن الواضح من هذه الضربة هي فقط شاحنتين بحسب الأقمار الصناعية التي سنعرضها لكم بكل تأكيد لذلك اللي واضح والبصمات الواضحة من هذه العملية تبدو وكأنها عملية قامت بها إسرائيل خاصة وأنها عملية غامضة لم يعترف بها أحد أبدا إذا ما ردنا نلقي نظرة أقرب ونعرف أكثر تفاصيل هذا المعبر الذي تستخدمه الفصائل المسلحة الغير رسمي والعسكري والروح إلى الأقمار الصناعية سنلاحظ طبعا الآتي من هذا الموضوع المهم هذه هي التي ترونها أمامكم طبعا هذا هو الحدود وشريط الحدود العراقي السوري هذه هي الأراضي العراقية هذه هي الأراضي السورية وكذلك هنا هو معبر القائم البو كمال إلى الداخل السوري طبعا المعبر الذي استهدف يوم أمس هو هذا المعبر الذي ترونه أمامكم طبعا بهذه النقطة تحديدا تمت عملية الاستهداف في منتصف الطريق على جهتين سنريها لكم طبعا بكل تأكيد ولذلك هذه النقطة هي تبعد من المعبر الرسمي ليست بعيدة حقيقة عبارة عن كيلومترين فاصلة واحد فقط هذه المسافة طبعا وواضح جدا هذا المعبر الغير رسمي الذي ترونه أمامكم هو طبعا يعني هناك عدد من الطرق اللي ممكن توصله ممكن من اليمين وممكن أيضا من الشمال الآن إذا ردنا نقترب أكثر من هذه النقطة لنتعرف عليها أكثر والتفاصيل بشكل أكبر سنلاحظ أن هذا طبعا هو الشريط الحدودي بين العراقي وبين سوريا وهذا طبعا هو الطريق الذي استهدف وإذا ما ركزنا قليلا على هذا الموضوع وأخذنا صورة أوضح فإن العمق حقيقة من الحدود العراقية السورية دخلت هذه الشاحنات على مسافة 155 متر فقط وتم الاستهداف واحدة من الشاحنات كانت هنا وواحدة من الشاحنات كانت هنا المثير أن هذه الشاحنة كانت هي حقيقة متوجهة إلى هذا الاتجاه بحسب شكلها وبحسب مقدمة الشاحنة هي كانت بهذا الاتجاه حقيقة عندما تم ضربها وتم تصويرها وبالتالي تبدو وكأنها كانت تذهب بالاتجاه المعاكس من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية والشاحنة الأخرى كانت أيضا وجهة بهذا الاتجاه وهي كانت على ما يبدو تتوجه بهذا الاتجاه ومع الانذار اللي صار بالضربات الصاروخية من الطائرة المسيرة واضح جدا أن سائقي هذه الشاحنات توجهوا إلى هذه النقطة أو حتى إلى هذا المكان الذي على ما يبدو بأنه عبارة عن مكان لتخزين الصواريخ والأسلحة والمعدات التي تنقلها الفصائل المسلحة والتي تنتقل بشكل مستمر في هذه المنطقة لذلك هذه النقطة طبعا أيضا إذا نريد أن نتأكد من هذه المواقع التي شرحتها لكم سنلاحظ من أقمار صناعية حصلنا عليها سنلاحظ أن النقاط والشاحنات هي موجودة كما هو ملاحظ في داخل الشريط الحدودي طبعا من العراق إلى سوريا داخل الأراضي السورية هذه الشاحنات واضحة وهذا المكان هو طبعا لعملية تخزين الأسلحة والأعتداء وغيرها من الأمور التي تنقل التي لا يمكن لنا معرفتها الآن بعد الضربة التي تمت ولكن الآن بالسؤال عن من قام بهذه العملية النيوزويك الأمريكية لم تكتفي فقط بأنها ضربة غامضة وإن ممكن أن نحلل هذا الموضوع بأن إسرائيل هي التي قامت بهذا الأمر هم ذهبوا النيوزويك الأمريكية وفريقة وكادرة تواصلوا مع الجيش الإسرائيلي وسئلوهم على هذا الموضوع وقال لهم أنتم سويتوا هذه الضربة أم لستم مسؤولين عنها وشوف شن اللي قالوا هنا رفض الجيش الإسرائيلي بعدما اتصلت به نيوزويك للتعليق على هجوم ألبو كامال واعتبروه مسألة بروتوكولية حيث قال المتحدث باسم الجيش نحن لا نعلق على التقارير الأجنبية ولكن هناك عدد من الأمور التي ممكن تشير بأنه فعلا إسرائيل هي التي قامت بهذا الموضوع بعد الضربة هذه التي تحدثنا عنها الآن بعد ساعة أو ساعتين تقريبا جروزولم بوست الإسرائيلية تحدثت عن الفصائل الموالية لإيران الموجودة في العراق تحديدا شوف شنو اللي قالت هنا الفصائل الموالية لإيران في العراق قد ترغب في نقل الأسلحة والتهديدات بالقرب من الحدود مع إسرائيل وتحديدا على حدود الجولان وطبعا وضعوا عدد من الأمور المتعلقة بهذا الأمر ليش وصلوا إلى هذه النتيجة بالإضافة إلى ذلك أنه كانت حقيقة هناك عدد من الأنشطة اللي تتصير في الداخل العراقي من الداخل العراقي إلى الداخل السوري وهذه طبعا الأنشطة اللي تتصير هي متعلقة بالوقود الإيراني تحديدا الإسرائيلي مزعجين تماما من قضية الباخيرات للوقود الإيراني التي هي تتوجه إلى لبنان من أجل إنقاذ لبنان من الأزمة التي تعاني منها لبنان في شحة الوقود والنفط وغيرها واللي الآن ديقودها وديقودها حزب الله اللبناني في عملية الإنقاذ عن طريق الباخيرات الآن اللي دي يصير واللي صار من الداخل العراقي أمرين كشفهم المرصد السوري لحقوق الإنسان صارت في نهاية شهر ثمانية إنه هناك خمسين صهريجا ناقلا للوقود دخل من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية وصولا طبعا إلى حمص وصولا إلى لبنان انتقلت مباشرة طبعا إلى الداخل العراقي وكذلك في يوم خمسة تسعة هناك تسعة وثلاثين صهريجا للوقود أيضا انتقلت من الداخل العراقي إلى داخل السوري وعلينا أن لا ننسى قضية مهمة أن الفصائل المسلحة هذه المناطق هي يعني مسيطرة عليها على مستوى عالي جدا وهناك تقارير تؤكد بأنه ازدادت أعدادهم بشكل كبير وسيطرتهم ومخازنهم وغيرها وأيضا إسرائيل هي نشطة أصلا في هذه المنطقة بشكل عالي في سوريا نشطين جدا ويركزون عليها كثيرا منذ عام 2011 منذ الثورة السورية التي طبعا انتفضت ضد نظام بشار الأسد فلذلك هذه واحدة من المؤشرات أننا قد نكون فعلا هنا أمام الضربة الإسرائيلية الواضحة كذلك المؤشر الآخر والمهم هو أن هذه العملية تأتي بعد أسبوعين فقط من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيل نفطالي بنت مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في البيت الأبيض وإعلانهم بحسب الأكسيوس عن استراتيجية أي الموت بألف جرح والتي هي موجهة ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران فالتوقيتات كلها مثيرة في هذه العملية طبعا التي تمت يوم أمس ومؤشراتها كثيرة جدا وقد توضح بأننا فعلا أمام ترتيبات جديدة في المنطقة وقد تكون هذه الخطوة الأولى لهذه العمليات وقد تكون هي خطوة رادي على أكثر